كمان عندنا سيدات تنس الطولة بيتواجوا بلقب البطولة العربية للأندية طبعا حسموا المباراة بنتيجة 3-2 وأكيد أمام طبعا أحد طرق البحرانية وطبعا كنا سعداء بهذا التتويج برضو يا جماعة أنا عايز أقول دايما بيتم التعامل مع ألعاب الصلاة وكأن بعض ألعاب الصلاة فقط هي بتكون بالانتقاء يعني البعض بينطقي ألعاب الصلاة أكيد في كل الأنشطة النادي الأهل يا جماعة حريص حريص في ألعاب الصلاة سواء رجال أو نساء أنه هو يكون له تفوق ونجاح وده جمهور النادي الأهلي برضو بيهتم به أكيد طبعا كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في النادي الأهلي ولكن لا يمكن أن احنا أبدا نغفل حق هؤلاء الأبطال اللي كتير جدا بيكونوا بيحتاجوا حتى التقدير من جمهور النادي الأهلي ودايما جمهور النادي الأهلي وإعلام النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي بتعملوا الدور يعني يمكن سيدات تنس الطاولة في النادي الآلي بيحاول بطولة عربية الأندية للعام الثالث على التوالي يمكن فازوا في كل مباريات البطولة وده بينقل أدئي المستوى اللي وصلوا لي ويمكن رئيس جهاز تنس الطاولة الكابتن أشرف عبدالفتاح يتكلم عن أن اللاعبين قدموا مستويات مميزة بشكل كبير جدا وأنه سعيد بالمستوى اللي تم تقديمه خلال البطولة نتمنى التوفيق لكل ألعاب الصلاة في النادي الآلي يعني بقى فيه توجه واضح كبير جدا أنه لازم دعم مثل هذه الألعاب وأن هذه الألعاب تكون دائما وأبدا كمصير النادي الآلي على القمة طبعا المنافسات بيكون صعبة لكن هو ده قدر النادي الآلي